اشتركوا في القناة الكائنات الحية علوم صف أول طيب شو شايف يا شاهم بالصورة؟ شايف زرافة طيب تعيش الكائنات الحية في بيئات مختلفة تلبي حاجاتها تمام؟ يعني هل الدب بعيش نفس مكان الزرافة؟ الدب القطبي؟ لا 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 إذن كل كائن حي له مكان مناسب للعيش طيب ما البيئات التي تعيش فيها الكائنات الحية؟ خلينا نشوف وين بالضغط بتعيش الكائنات الحية زي البقرة مثلا وين بتعيش البقرة؟ بتعيش البقرة في المزارع صح؟ والأحسنة بتعيش بالاستبلات ممكن تعيش بالغابات كمان طيب إذن الدرس الأول يا شاهم بدنا نتعرف فيه عن البيئة شو يعني بيئة؟ بيئة يعني يعني الشجر يعني الحيوانات يعني كل شيء يحيط بالكائن الحي وبتشمل كائنات حية وأشياء غير حية صح؟ اه يعني زمان احنا شايفين هون بالصورة شايف؟ طلع علي اي اشي كائن حي هون شو هو؟ طلع لي على الصورة شو الكائنات الحية الموجودة عندك؟ موجود هون موجود يعني كائن حي يعني بوكل بشرب ينمو طبعا صح؟ طبعا ايه يلا اعطينا اياهم ايه طيور طيور مهم والزراف مهم 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 الحمارة الوحشية؟ مهم والفرنشات والدفادع مهم والبطاعة نعم احسنت طيب الحية 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 اللي بصورة الافعة هل هي كائن حي؟ طبعا طيب هاي الحشرة الصغيرة كعن حي اه طيب احكيلي عن الإنسان هاي البنوت الموجودة مع عمها شو رأيك هل هي كعن حي طبعا نعم والدكس حكيتلي إياهم البطاط نعم إذن هدول كلهم كعنات حية لأنهم بنموا بتحركوا وبمشوا وبياكلوا وبيتكاثروا صح طيب هلأ هاي بسميها بيئة بس الناس هدولة اللي عايشين هون إذن كمان البيئة بتشمل الشغلات اللي مش حية زي شو أشياء مش حية يعني جمادات زي شو عندك إشي هون جماد زي الحجار عندك كمان البيت صح والسور الشجر يعني طبعا لا الشجر كائن حي الشجر كائن حي اللي مش كائن حي أي إشي جماد بكون عنا مثلا زي هون هذا الطاولة مثلا هاي حديقة خاصة في الحيوانات والتراب السخور الطاولات الخشب الاستبلات أماكن العيش الكائنات كلها هاي بسميها كائنات غير حية هلأ كل السورة مع بعض اللي فيها أشياء حية ومش حية شو بسميها البيئة البيئة أحسنت طيب خلينا ننتقل الآن لبيئات الكائنات الحية يعني يا شهم هل الجمل بعيش بالقطب الشمالي لا وين بعيش الجمال بالصحراء بالصحراء شايفين الصحراء هي مكان بارد بارد ولا حامي الصحراء منطقة قاحلة بتكون حامية كتير كتير وما فيها حتى كتير أشجار ونباتات لأنه ما فيهاش أمطار كثيرة إذن السحراء هي بيئة حارة وجافة إذن أمطارها كتير قليلة ساح طيب مين بعيش بالصحراء يا شهم الجمال وفيها فكرة فار اسمه فار الصحراء هايها فار الصحراء شايفينه هذا الفار بس هذا النوع منه بعيش بالصحراء فيه فيران تانية طبعا أشياء تانية بتكون موجودة بأماكن أخرى طب فيه نبات بيعيش بالصحر يا شهم نعم زي نبات شو صبار نعم نبات الصبار وهو نبات الله خلقه يا شهم بتحمل معيشة الصحراء ليه لأنه بتحمل الجو الحار والجاف ننتقل الآن للقطب الشمالي والجنوب يا شهم مين هاي بيعيش فيها شو شايف بالصورة الدب احسنت الدب القطبي هاي الحيوانات بس بتعيش بأماكن متجمدة هاي المناطق القطبية بيئة حامية حامية لا بيئة باردة جدا تنمو فيها غالب النباتات بتكون صغيرة الحجم زي شو زمن احنا شايفين هذا النبات اسمه نبات قطبي طيب في حيوان تاني بيعيش غير الدب احناك نعم شو اسمه الأرنب القطبي احسنت الأرنب القطبي كلها هاي الحيوانات بتعيش فيه المناطق القطبية لانه الله اعطاها وبر هذا الوبر هو مش وبر فرو سميك يساعدها على تحمل البرد الشديد يعني خلينا نتخيل انه هذا دب الدب القطبي هذا الدب القطبي شايفين كيف بيكون زي الفرو هذا فرو بيكون يتحمل البرد القارس الله اعطاه فرو سميك كتير بتحمل فيها البرد القارس شوف كيف الدب هون كيف شكله بالصورة وكيف شكله هون زي اللعبة هون فيه بيكون فرو اذا بقيش مغطى بالفرو ليش عشان يتحمل الجو البارد لكتير ثلاثة هاي لعبة شو شايف هلا بالصورة هاي بحر ولا غابة شوف الغابة كيف أشجارها جميلة طويلة اقصر اقصر اشجار طب ليش هيك طويلة وكثير ليش هيك في عندنا كثير أشجار بالغابة بسبب الشتاء من كثر ما فيها شتاء يا شهم تنمو أشجار طويلة وكثيرة بسبب كثرة الأمطار وتوافر الضوء الشمس طيب شو شايفين يا شاهم بالغابة بيكون عندنا قرد بتحمل جو الغابة بحب الشجر بيضله ينطنط على الشجر صح؟ والشمس وبحب كمان ضوء الشمس إذا هذه الحيوانات المتنوعة مش بس القرد لحاله بعيش القرد بعيش مع الطيور مع الحشرات مع الديدان ومع أيضا الغزلان إذا القرد وين بيعيش؟ بيعيش بالغابة أحسنت بس ما عايز سمتها لولو لولو القردة لولو أوكي نيجي الآن يا شهم خلينا نتعرف على هاي الصورة الجميلة أيضا نحنا شايفين غابة جميلة فيها كثير من الغزلان شايف ما أحلى الغزلان وشايف ما أحلى هون الزرافة شوف ما أحلى هم وشوف ما أحلى الشجر هون الشجر ليس كثير طويل الشجر هنا بيجي طويل شوي عريض منشوف هون كثير في غزلان هاي غابة هاي شو منسميها غابة هاي من كتر ما فيها أعشاب طلع كيف الأعشاب هون مليان كثير هاي منسميها منطقة عشبية هاي المنطقة العشبية فيها كثير أشجار وشجيرات تتغذى فيها معظم الحيوانات طيب إذا هل يوجد حيوانات كثيرة بتعيش بالمنطقة العشبية ألو شوية؟ كثيرة كثير حيوانات نعم الزرافات والفرود والغزلان البحار هي البيئة اللي رح نحكي عنها هاي البحار شوف شو حيوانات موجودة بالبحر قدي متنوعة السمك او احنا احنا مثل هذا عنا سمك وعنا مرجان وعنا يا شهم ضفادع وعنا ايضا ضفادع حدثوغن ضفادع بتكون برمائية يعني بتعيش بين المي وبتعيش بين اليابسة صحيح ؟ او احنا ماذا عنها؟ في عنا اسماك كل انواع الاسماك في اسماك القرش وفي عندك الاسماك السردين والاسماك الصغيرة واسماك الزينة والاسماك الكبيرة هاي الاسماك بتعيش وين في المي ولا في السحرا؟ في المي في الصحر صحيح طيب هلا بس حيوانات بس الاسماك بس الطيور هون اللي بتعيش على ضفاف الانهار والبحيرات بس هين موجودة؟ لا يعني في نباتات او لا؟ في يعني اشياء ثانية يعني بيجو تحتها اها في نباتات هلا في عندك هون المرجان مثلا في المرجان وفي كائنات بحرية ثانية في عندك هون كمان اعشاب شوف الاعشاب الموجودة هون هاي اعشاب بسموها اعشاب بحرية فقط خاصة بتعيش في البحر بحيرة، محيط، ماء هلا هون منطقة اسمها منطقة الازرق هاي موجودة بالاردن شوف ما احلا الطيور الموجودة فيها اكي اذا بهيك منكون انهينا درسنا وخلينا نشوف الاسئلة الموجودة اول سؤال بيحكي لك يا شهم لماذا تعيشوا اعداد قليلة من الكائنات الحية في المنطقة القطبية؟ هلا القطبية منطقة شمالها هامية او باردة؟ باردة اذا عشان هيك الحيوانات اللي بتعيش فيها تكون قليلة جدا ما بتتحمل البرد في غندي اعطيني حيوانات موجودة بالمنطقة القطبية زي شو؟ الدب القطبي الدب القطبي هيا شايفينا بالصورة؟ في عندك شغلة تانية شو اسمها؟ ايش اسمه؟ بطريق والبطريق هدولة كلهم وين بيغيشوا؟ بيغيشوا في المنطقة صحراء؟ في المنطقة قطبية انا بعيش بالمنطقة القطبية مع الدب صح؟ طيب تعال يا شهم هلا احكيلي وين الصحراء وين الغابة؟ حط اللي اصبعك وين الصحراء وين الغابة؟ يلا هاي الصحراء ولا هاي الصحراء؟ هاي الصحراء منطقة حارة وين الغابة؟ احسنت وين المنطقة المائية؟ وين المنطقة العشبية؟ هاي عشبية ولا هاي عشبية؟ هاي عشبية وين الغابة؟ هاي الغابة لأنه أشجارها الغابة أشجارها طويلة وكثيرة صح؟ طيب إذن شو الفرق يا شهم ما بين هدول الصورتين شو الفرق بيناتهم؟ إنه هذا العشب آها إذن هاي منطقة عشبية يعني بيكون فيها كتير أعشاب وهاي المنطقة بيكون فيها كتير أشجار يعني لأنها غابات منطقة غابات صحيح؟ طيب بهيك ما يكون أنهينا دارسنا لليوم ممكن إحنا نساعد الطفل من خلال نفرجيه صور كتيرة على الإنترنت من خلال مواقع معينة ومن خلال اليوتيوب نتفرج على المناطق القطبية والصحراوية والعشبية ومناطق الغابات إلى اللقاء إلى اللقاء دعوش لعك وشهر والسكتب والكومنت والإشعار لا تنسوا وتشتركوا بالقناة ووصلوا الفيديو لألفين لايك باي لا تنسوا وتشتركوا بالقناة حياتنا أوليف حياتنا أوليف عياتنا أوليف اه اه